كما أكد القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبدالغفار أن الدراسات أثبتت أن تطعيم يقلل من فرص تدهور مصاب كورونا وشدد على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس إحنا دايما في التطعيمات بنؤكد على همية التطعيم والجرعات المعززة للمن هو التطعم جرعة وجرعتين أكيد طعم الجرعتين والدخد جرعة المعززة زي ما لدراسات في على مستوى العالم أثبتت أنه في مأمن من الوصول إلى احتمالات لتضاهر الرحالة أو احتياج دخول مستشفى أو حتى احتياج إلى دخول العناية المركزة وبالتالي معدلات الانتشار ومعدلات دخول المستشفيات ومعدلات الوفيات تعتمد بشكل كبير جدا على معدلات التطعيم التي نلتزم بها